مساءكم سعيد متابعي قناة فلسوفيا نلتقي مجددا في هذا الفيديو الذي سنتوقف فيه ومن خلاله عند المفهوم الأول من مفاهيم الزؤث ما الإنسان يتعلق الأمر بمفهوم الوعي واللوعي إذا أردنا صياغة تقديم إشكالي للمفهوم فلا بد لنا بداية من تحديد دلالة المفهوم العامية واللغوية وأيضا الفلسفية إذا بحثنا في الدلالة العامية لمفهوم الوعي سنجد بأنه يشير في دلالته العامية إلى معنى اليقضى والانتباه في مقابل الغفلة كما يشير أيضا إلى النج والمعرفة في مقابل الجهل وربما أهم خاصية تميز معاني الوعي في الدلالة العامية هي أن هذا الوعي هذا عبارة عن واحد الحالة غير ممتدة في الزمن بمعنى أنه أحيانا يحضر وأحيانا يغيب وهذا ما يكشف عن محدودية هذه الدلالة ويدعو إلى ضرورة تدقيقها والبحث عن تحديد دقيق لمفهوم الوعي وإذا انتقلنا من الدلالة العامية إلى الدلالة اللغوية سنجد أنه في اللسان العربي نقول وع الشيء بمعنى فهمه وعقله وفي اللسان الفرنسي نجد بأن مفهوم الوعي يشير إلى المعرفة والفهم والحفظ والتعاقل وإذا ابتعدنا قليلا عن الدلالتين السابقتين يعني الدلالة العامية والدلالة اللغوية وانتقلنا إلى الدلالة الفلسفية سنجد بأن الوعي عبارة عن إدراك الذات لذاتها وللعالم إدراكا عقليا فالوعي هنا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن واحدة صيرورة من العمليات العقلية التي تسمح للإنسان بفهم نفسه بفهم ذاته وفهم العالم من حوله بمعنى أن هذا الإنسان يدرك أيضا أشياء العالم الخارجي وما يجري حوله إذن بناء على هذه الدلالات السابقة يمكن القول بأن الوعي هو كل فعل يصدر عن الإنسان بشكل إرادي ويدرك غايته ويفكر في نتائجه فعندما نتحدث عن مفهوم الوعي فإننا نستحضر في أدهاننا الإنسان بما هو كائن ومتميز بين موجودات الكون حيث أن هذا الكائن الحي الذي هو الإنسان يعي ويدرك أفعاله وغاية أفعاله بل أكثر من ذلك لديه القدرة أيضا على تحمل مسؤولية تلك الأفعال ونتائجها وعواقبها فالوعي إذن غير منفصل عن وجود الإنسان بل يعتبر الشرط الضروري الذي تتأسس عليه نشاطاته وممارساته لكن أين يكمل الإشكال هنا؟ الإشكال لكالقوفة صدده أنه قد يحدث أن تصدر عن الإنسان تصرفات تلقائية عاشوائية أفعال لا إرادية بدون تأمل ولا تركيز ولا انتباء إلى نتائجها وهذا المستوى هذا بماذا يوصف؟ يوصف هذا المستوى من السلوك بحالة اللاوعي ونبغي نعرف اللاوعي بماذا سنعرفه؟ بأنه كل فعل يصدر عن الإنسان بشكل لا إرادي يكون تلقائيا بدون تأمل ولا تركيز ولا انتباء إلى نتائجه إذن هنا نجد أنفسنا أمام واحدة مفارقة هي على الشغل التالي في واحدة الجهة أن الإنسان يتميز بالوعي وفي الجهة التانية يكلقوا بأن بعض سلوكات هذا الإنسان أثناء الغضب، القلق، أثناء الأحلام الصادر عنه أثناء النوم تكشف عن جانب غامض من حياته النفسية لا يعيه الإنسان وهذا الجانب هو جانب اللاوعي وبناء على الدلالات السابقة لمفهوم الوعي وأيضا انطلاقا من هذه المفارقات هذه يمكن لنا نطرح جموعة من الأسئلة على اعتبار أن الوعي كخاصية إنسانية في حد ذاته يطرح الكثير من الأسئلة والاستفاهمات أول سؤال نجد أنفسنا أمامه في هذا الصادر هو كالآتي كيف تتم عملية تشكل الوعي الوعي اللي كانت ميز به كيف يتشكل وهل يمكن تحديد مفهوم الوعي تحديدا دقيقا بمعنى متفقا بشأنه بمعنى التعريف اللي كان أعطي أنا لمفهوم الوعي واللي كانت تعريف اللي كانت أعطينا لمفهوم الوعي أم أن هذا التعريف قد يختلف من شخص إلى آخر السؤال الثاني هو ما الذي يحكم وجودنا كبشر شنو اللي كيتحكم فينا وشنو اللي كيتحكم في الحياة النفسية دينا واش الوعي اللي هو الشعور أم اللاوعي اللي هو الله شعور وأية علاقة تجمع بين هذين المفهومين اللذان قد يبدوان متضاقين ثم السؤال الموالي هل يقدم لنا الوعي صورة حقيقية عن أنفسنا وعن الواقع أم مجرد صورة وهمية أو بتعبير آخر هل الوعي حقيقي يعكس الواقع والدات كما هما أم مجرد وعي زائف وإديولوجي أو بمعنى آخر وش كل ما ينتجه الوعي هو دائما يعكس الواقع كما هو بمعنى أن الوعي عبارة عن واحد مرآت كتعبر عن ما هو موجود في الواقع فعلا أم أن هذا الوعي قد ينتج أحيانا كثيرا بعض الأشكال من اللاحقيقة كالوهم والكذب والإديولوجيا إذن هذه هي بعض الإشكالات وبعض المفارقات المتعلقة بالمفهوم الأول اللي هو مفهوم الوعي واللاوعي هذه المفارقات هذه وهذه الإشكالات هذه سيتم معالجتها من خلال ثلاث محاور أساسية المحور الأول بعنوان الإدهار الحسي والشعور وهو المحور الذي سنسلط فيه الضوء على علاقة الوعي بالإدراك الحسي وإمكانية تحديد الوعي تحديدا دقيقا المحور الثاني بعنوان الوعي واللاوعي وهو المحور الذي نتساءل من خلاله عن ما الذي يحكم وجود الفرد هل الوعي أي الشعور أم اللاوعي أي اللاشعور وما أساس الحياة النفسية للفرد هل الشعور أم اللاشعور أما المحور الأخير فقد جاء بعنوان الإديولوجيا والوهم وفي هذا المحور هذا سنحاول ما أمكن أن تعرفه على كل ما ينتجه الوعي عبارة عن حقائق تعكس الواقع كما هو أم أن الوعي ينتج أحيانا بعض الأشكال من اللاحقيقة كالإديولوجيا الوهم الخطأ والكذب وغيرها من الأشكال التي تعبر عن اللاحقيقة وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة في أمان الله